كشفت دراسة محلية أجريت عن المركز الوطني لعلاج الأورام بوادي وصحراء حضر موتة عن ارتفاع عداد حالات الإصابة بسرطان الثدي خلال العشر سنوات الماضية وسهولة علاجها نتيجة للكشف المبكر عنها وأوضحت الدراسة التي أجراها الدكتور طاها بن سميطة أن نسبة التوعية التي تنفذها المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة بالتوعية بسرطان الثدي خلال شهر اكتوبر ساحمت بشكل كبير في إقبال الحالات على المركز في طورها الأولى وسهولة علاجها وتماثلها للشفاء لتدخل الطب اللازمة وبينت الدراسة أن التوعية بسرطان الثدي عبر حملات وقوافل الشهر الوردي خلال السنوات الأخيرة في المديريات والقرنائية زاد من حالة الوعي المجتمعي وذكرت الدراسة أن مديرية سيون تشمل أكثر حالات الإصابة بالمرضة تريها مديرية تاريم والقطن للكثافة السكانية الكبيرة كانت الأربع رسائل انطلقت من هذا البحث وخلاصة البحث وهي خلال أن الحالات التي تأتي للمركز الأورام كانت في أعمار مبكرة تتراوح ما بين عمر العشرينات إلى الخمسين سنة وهذا يعتبر عمر مبكر وهذه الرسالة الأولى للمجتمع أن الحالات تأتي بأعمار مبكرة ولابد من عدم إهمال هذه الأعمار ولو كان في عمر مبكر فلابد من الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالنسبة للانتشار الحالات في المديريات الوادي كانت سيون تحت المرتبة الأولى بحوالي أكثر من 25% من الحالات موجودة في سيون تليها تاريم والقطن وشبام بالنسبة للحالات الموزعة حسب السنين كانت في 2013 لا تتعدى في 30 حالة أما الآن أصبحنا نرى ضعف هذا العدد الذي يتعدى 54 حالة وهذا انذار مفرح بالنسبة للمركز أن الحالات بدأت تزيد عندها التوعية وتصبح قابليتها للفحص المبكر عن السرطان في السنوات الأخيرة تزيد وبالتالي تزيد هذه الحالات وإضافة لهذا أن الحالات التي تأتي في السنوات الأخيرة بدأت تقيل فيها الحالات المتأخرة وبدأت تأتي في حالات متقدمة من الدرجة الأولى والثانية وأصبحنا لا نرى كثيراً حالات من الدرجة الثالثة والرابعة اشتركوا في القناة